بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة ثانوية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات إذن يوم حبيت نشرح لكم بأبسط طريقة ممكنة حل معادلة من الشكل AXZBY تساوي C إذن سبقت وعرفت هذا المشكلة هذا وحليته لكن حبيت نعوده بطريقة بحلة جديدة شوفوا معي رح أحاول أن أبسط يعني تبسيط يعني لا مثيلة له شوفوا معي يقول سؤال هل في R في Z مربع يعني Z في Z المعادلة التالية ثلاثة عشر X زي 9Y يساوي 2 هنا C تاعي يساوي 2 لأن المعادلة التاعي من الشكل AXZBY تساوي C طبعا معادلة التاعي أبتاعي هنا يمثل العدد 13 B تاعي يمثل العدد 9 و C يمثل العدد 2 الآن كيف نحل هذه المعادلة؟ أول شيء لازم تحقق أن المعادلة التاعي لازمتها واحد إذن شوفوا معي أنه تابعا إذن باش تكون معادلة لكي تقبل المعادلة AXZBY تساوي C بشكل عام باش تقبل حلول لازم يكون أولا نحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B مثلا نسموه D كي نحسب هذا القاسم المشترك الأكبر لازم الشرط أن يكون D يقسم C إذا كان D يقسم C هنا نقول أن المعادلة مثلا نسميها واحد وهي هذه المعادلة تقبل حلول حلول عندما يكون هذا الشرط في حالة وين يكون D لا يقسم إذا ندير بالأحمر هنا لا يقسم نشطب عليه لا يقسم C هنا نكتب D لا يقسم C هنا في هذه الحالة المعادلة لا تقبل حلول مباشرة المعادلة واحد لا تقبل حلول إذن أول شرط نحن تبقى في هذه المعادلة اللي هي 13X زي 9Y تساوي 2 إذن نكتب حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B اللي هي 13 و 9 طبعا نقريناها في الرابعة متوسط وش قرينا؟ قرينا نقسم العدد الكبير على العدد الصغير كي نقسم 13 إلى 19 حالي يمدلي يمدلي واحد والباقي يبقى لي أربعة ثم بعد ذلك نقسم القاسم اللي هو 9 على أربعة رح يخرج لي أربعة في اثنين زائد الباقي هو واحد ثم نقسم مرة أخرى القاسم على الباقي إذن أربعة يساوي أربعة في واحد والباقي سفر عندما أتحصل على الباقي سفر نحبس إذن القاسم المشترك الأكبر للعددين هو آخر باقي غير ما دون وبالتالي رح يكون البي جي سي دي للعددين 13 و 9 هذه هي الخطوة الأولى تساوي واحد يعني ذلك أن 13 و 9 أوليا طبعا هنا بما أن 13 و 9 عددين أوليا فإن المعادلة التاعي هنا أيضا شيء آخر هنا القاسم التاعي المشترك الأكبر للعددين بدي التاعي هو واحد وواحد يقسم العدد الثنين نعلم أن واحد يقسم جميع الآدات وبالتالي نقول للمعادلة واحد تقبل حل تقبل حلا على الأقل يعني تقبل واحد أو ثنين أو ثنين مهم أنها تقبل حل ممكن المتابعة إذا قينا أن هنا قينا القاسم المشترك لا يقسم العدد الثنين نحبس هنا نقول المعادلة لا تقبل حلول هذا الشرط الأول الشرط الثاني وش رح ندير يكون معادلة من الشكل هنا A X زيد B Y تساوي C ثاني خطوة وش ندير رح نبحث عن الحل الخاص لهذه المعادلة إذن كيف أجد الحل الخاص للمعادلة واحد اللي هي 13Y 13X زيد 9Y تساوي 2 هنا إما الحل يُعطى في التمرير يمكنكم تحقق أن الثنائية مثلا أي ثنائية X0 و Y0 حل المعادلة أو بالمحاولة فقط إذا كانت أعداد صغيرة أما إذا كانت أعداد كبيرة رح ندير خوارزمية إقليدس كيف ذلك؟ طبعا خوارزمية إقليدس لإيجاد الحل داع المعادلة ما نكتبش 13X زيد 9Y يساوي 2 لا للمعادلة التالية شوفوا معيها للمعادلة اللي هي 13X زيد 9Y تساوي الواحد نلقاها من أجل هذه المعادلة ثم واش رح ندير؟ كي نلقى الحل الخاص داع المعادلة هذه إذا ما علي إلا نضرب الحل الخاص في ثنين لأنه 1 في ثنين يمدلكم ثنين شوفوا معي إذا كيف أطبق خوارزمية إقليدس؟ طبعا هنا درت القسامات المدة التالية إذا هنا عندي أعيد لكم القسامات نقسم 13 على 9 يمدلي 9 في 1 زيد 4 شوفوا معي ورح تلقوا الطريقة سهلة ثم بعد ذلك قلت 9 نقسم القاسم على الباقي إذا نخرج لـ 4 في 2 زائد 1 ثم 4 في 4 تساوي 4 في 1 المهم ننطلق من هذه المعادلة من 1 شحن يساوي 1 1 يساوي 9 ناقص ننقل 4 في 2 ما ندير ناقص 8 يلا نخليه كما هو 4 في 2 ثم نوليه لهذه المعادلة الفوق نشوف الباقي دائما الباقي كم يساوي الباقي 4 كم يساوي رح يساوي لي كيف ذلك إذن عندي أنطلق من 1 يساوي 9 ناقص 4 في 2 الآن وش رح ندير رح أعوض قيمة 4 اللي هي 13 ناقص 9 إذن أتحصن 1 يساوي 9 نخليه في مكانه لأن المعادلة هي عبارة عن 13 X زي 9 Y الآن 1 يساوي 9 ناقص عوضا ما نكتب 4 نكتب 2 نفتح قوس نكتب 13 ناقص 9 ثم بعد ذلك ننشر إذن 1 يساوي 9 دائما حذاري ما تديروش العمليات فقط النشط ناقص 2 في 13 نكتبها كما هي ما نكتب ما نكتبش ناقص 6 ثم ناقص في ناقص زائد ثم 2 في 9 هكذا أتابع الأمر 1 يساوي هنا 9 زائد 2 في 9 ناقص 2 في 13 ولكن المعادلة التاعيم اكتوبها على شكل 13 إكس زائد 9 إذن نكتبها بالترتيب التحر إذن يصبح 1 كم يساوي إذن نكتبه هنا 1 يساوي ناقص 2 أو نبدأ 13 X زائد 9 Y يساوي 1 إذن الحل الخاص إذن الحل الخاص تبعوا فقط معي للمعادلة وهي 13x زي 9y ما هو إلا الثنائية نقص 2 ثلاثة نقص 2 ثلاثة هذا الحل الخاص للمعادلة هذه ولكن المعادلة التاعية أنا حبيت الحل الخاص ل13x زي 9y يساوي 2 إذن مش ندير نضرب الحل الخاص التاعي تأهدي المعادلة في 2 أو بمعنى آخر نضرب طرفي المعادلة في 2 هنا في 2 لا عفوا نأخذ المعادلة الأولى اللي هي 3x زي 9y نضربها في 2 مش نتحصل إذن أتحصل على التعليم 2 شوفوا معيها ولكن ما نضربش يعني بx0 وy0 اللي هما هذه ثنائية x0 y0 نتمنى فقط أن نكون نتبهين أو مباشرة نضرب الحل رح نشوف باللي هو نفسه إذن 2 في 13 x0 التاعي هو نقص 2 زائد 9y0 هو 3 في 2 تساوي 2 في 1 2 إذن نخلي 13 في مكانه 2 في نقص 2 نقص 4 زائد 9 في 3 في 2 6 تساوي 2 إذن الحل الخاص للمعادلة إذن الحل الخاص الحل الخاص للمعادلة 13x زي 9y تساوي 2 ما هو إلا الثنائية 3 اللي هي نقص 4 6 يعني نفس الشي فقط شرحت لكم كيفا جات نضرب هنا في 2 هنا في 2 الآن بعد ما لقينا الحل الخاص الخطوة التي تليها هي الحلول العامة للمعادلة إذن بعد ما لقينا الحل الخاص نستعمل طريقة لمولفين نديروها وش ندير؟ نكتب أولا 13x زي 9y تساوي 2 ونكتب المعادلة ولكن نعوض الحل الخاص اللي هو نقص 4 إذن 13 في نقص 4 زائد 9 في Y0 اللي هو 6 تساوي 2 هذا لي ما ننشرش إذن هذه نسميها المعادلة 1 هذه نسميها المعادلة 2 إذن نقول بطرح المعادلة 1 من 2 نجل إذن كنت رح المعادلة من هذه طرف لطرف إذن وش ندير؟ إذن رح تصبح لي 13x نكتبها كما هي زي 9y ناقص نفتح قوس 13 ناقص 4 في ناقص 4 زائد 9 في 6 تساوي 2 ناقص 2 2 ناقص 2 تساوي 0 ثم أتابع إذن تولي لي 13x زي 9y هنا ننشر ناقص في ناقص زائد 13 في 4 هنا ننشر ناقص في زائد ناقص 9 في 6 تساوي 0 الآن وش رح ندير هنا ندير 13 كعامل مشترك بين هذا الطرف و هذا الطرف وش يصبح لي ثلاثة عشر في ايكس هنا يبقى لي ايكس هنا يبقى لي زائد 4 هنا ندير زائد ندير 9 كعامل مشترك وش يبقى لي هنا يبقى لي ايكراك ناقص 6 تساوي 0 الآن وش ندير ننقص زائد 9 في ايكراك ناقص تلطرف الآخر تولي لي 13 في ايكس زائد 4 تساوي ناقص 9 في ايكراك ناقص 6 باش نتخلص من هذا الناقص ندخل ناقص داخل الأقواص تولي لي تساوي 9 في ناقص ايكراك زائد 6 يعني 6 ناقص ايكراك باش ما يكونش عندي مشكلة ناقص اذا 13 في ايكس زائد 4 تساوي 9 في 6 ناقص ايكراك هنا نستعمل وش نستعمل اذا عندي جداء حدين تساوي جداء حدين راح نقول ان 13 يقسم 9 جداء 6 ناقص ايكراك وعندي وش عندي ايضا اذا هذا 13 يقسم الجداء هذا وعندي ايضا 13 وتسعة اوليا فيما بينهما اذا نكتب اذا قلت 13 وتسعة اوليا فيما بينهما اذا حسب غوس وش تقول او غوس وش يقول فان 13 راح يقسم ل 6 ناقص ايكراك وش معنتها 13 يقسم 6 ناقص ايكراك يعني ان 6 ناقص ايكراك ماذا يساوي يكون من مضاعفات 13 يعني 13 ك ما ننساش انك تعين تمي الى زاد طبعا نشتغل دائما في زاد اذا نجبت قيمة ايكراك ايكراك نردو لطرف الايمن يولي لزايد ايكراك ثم 13 نجيب لطرف الايصر يولي لنقص 13 ك زايد 6 مع ك ينتمي الى زاد اخر خطوة راح نحسب قيمة ايكس بعدما لقينا ايكراك راح نلقا اذا ايكس كيف نلقى ايكس راح بتعوير قيمة ايكراك في هذه المعادلة اذا في هذه المعادلة هي 13 ايكس زايد 4 تساوي 9 ran 6 نすمي هي نج ill اذا اكتب اذا قلت من ايجاد قيم ايكس نحوض قيمة في المعادلة التالية 13 في ايكس زايد 4 تساوي 9 في 6 نقص ايكراك اذا نحوض قيمة هنا اذا 13 في ايكس زايد 4 تساوي تسعة في ستة ناقص قيمة هي ناقص ثلاثة عشر كزيد ستة ثم ننشر إذن دائما ثلاثة عشر ايكس زائد أربعة تساوي ننشر هنا قبل ما ننشر تسعة في هنا ننشر هنا ناقص داعت وليلي ستة ناقص في ناقص زائد ثلاثة عشر كناقص في زايد ستة ناقص ستة زايد ستة يروح مع ناقص ستة وش يبقى لي يبقى لي ثلاثة عشر في إيكس زائد أربعة تساوي تسعة في ثلاثة عشر كا اختزل ثلاثة عشر بعد ثلاثة عشر وش يبقى لي يبقى لي إيكس زائد أربعة تساوي تسعة كا دائما ينتمي إلى زات أخيرا X داعقيا X يساوي 9K نقص 4 مع K يدامي إلى Z لقيت الحلول إذن حلول المعادلة 1 هي الثنائية XY تساوي إذن كتبت لكم مجموعة الحلول المعادلة 13K زيد 9Y تساوي 2 هي كل الثنائية XY حيث X هي 9K نقص 4 و Y يساوي 13K زيد 6 مع K ينتمي إلى Z وبهذا أكون عند نهاية هذا التمرين أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا المشكلة حل المعادلة من الشكل X زيد BY Z تساوي C إذن بالتوفيق لجميع سلام الله عليكم صح رمضانكم صح عيدكم إلى الملتقى إن شاء الله في أقرب وقت ممكن